شنت مقاتلات التحالف العربية عددا من الغارات القوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالية محافظة لحج وغربية محافظة تعز أكدت مصادر ميدانية أن أربع غارات قوية استهدفت الميليشيا الانقلابية في مدرية الكرش شمالية لحج ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وفي تعز دمرت غارات التحالفية عربتين تابعتين لميليشيا الحوثي وقتلت وأصابت كل من كان على متنهما